السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لاك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وافع الزر الجرس اليوم جاء لكم طريقة ايقاف صوت لوحة المفاتيح او الكيبورد طبعا الناس ما شوفون اذا نفتح الكيبورد مثلا نفتح الكيبورد نكتب في الواتساف في اي شي في اي طبيق تكتب مثلا شوفوا لاحظوا في صوت لاحظوا نريد نغلق او نوقف هذا الصوت بحيث انه ما يتظر اي صوت لما تكتب كيف الطريقة جدا سهل نروح للعدادات بعد ما تروح للعدادات انزل 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 لتحد بتحصل هنا الاصوات واللحس اللمسي اضغط عليها اوكي الحين انزل انزل لتحد شوي بتحصل هنا استجابة لوحة المفاتيح اوكي مثل ما شوفون اضغط عليها بعد ما تضغط عليها ان هي بتحصل الصوت الغي تفعيل هذا الخيار بعد ما تلغي تفعيل هذا الخيار خلاص بهذا الطريقة تم ايقاف صوت لوحة المفاتيح الحين لو تفتح اي شي تريد تكتب مثلا اي شي تبيك على الكيبورد ما في اي صوت شوفوا لاحظوا ما في اي صوت بحيث تم ايقاف الصوت طبعا شوي بشوي يفيدك هذا انك توقف الصوت او توقف صوت الكيبورد يفيدك اذا كنت يعني مثلا تريد توفر طاقة البطارية او تريد ما تزعج اشخاص لما انت تكتب وبس هذا هو المقطع اذا عليك المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك فقناة اشترك فقناة وفاعل ذلك بس مع السلام